معنى الآية في رمية اللي بتقول كلما ازدادت الخطيئة ازدادت النعمة جدا الآية دي معناها ايه ما تقولش هام لو انت خاطي كتير ربنا هيديك نعمة كتير عشان تغسل الخطيئة عمرنا بنخدها بالعكس ان انا اغلط كتير عشان اخد نعمة كتير لكن انا لما اغلط كتير ارجع له هيزود نعمته الغافرة وبعد اشبهها بايه لو انت بتغسلي هدوم بتاعت بيتك وبعدين فيه قميس له ابيض وحطين فيه قلم جاف كده بس نسينا انه مفتوح فبعمل بقعة فانت بتاخد الغسيل كله تحطيه في الغسالة وترجع اخر يوم تنشريه وبقى نضيف لقيته لسه بقعة الغسالة معرفتش تخلص فبتركزي مع البقعة دي بقى بتجيب لها مش عارف بوتاس كلور بودر ايه وتعودي تتعاكل غاية لما تبقى اكثر بياضة فدي احتاجت مجهود اكتر من بقية الغسيل فاذا كنت انا انسان خاطي اوحش من كل الناس وانا البععة اللي موجودة في الكنيسة بتخافش ربنا هيجي يبزل معاك نعمته اكتر من كل الناس عشان يخليك قديس زي بيئة الناس يبقى حيث تكثر الاسم او يكثر الاسم اللي هو كتير اناك تزداد النعمة جدا بتعقولوش هام بس تاني بكرر مش معناها انا ازود خطيط عشان النعمة تزيد انا كده كده واخد نعمة خطيط الخفيفة دي محتاجة نعمة غفراء طيب اللي هو خطيطه مزغمدة زي موسى الاسود زي غسطينوس فربنا بيزود نعمته اكيد سيد